خلينا نقول إنه هو حال في اليمين بتاع الفترة الرئاسية دي هو مش طبيعي أو مش تقليدي لأنه اللي أنا شفته كان فيه دلالات رمزية كتير بتقول إن مصر انتقلت من مرحلة لمرحلة تانية خلصة إحنا خلينا نقول إن الفترات اللي فاتت في العشر السنين اللي فاتوا كنا مركزين على أمرين أساسية الفترة الأولى من حكم السيد الرئيس اللي هي كان بالنسبة لنا توطيد أركان الدولة الوطنية ومكافحة الإرهاب الحفاظ على مدنية الدولة المصرية الحفاظ على النسيج الاجتماعي ده كان أولوية المرحلة الأولى المرحلة التانية هي كان مرحلة إن هي مرحلة البناء على الحقيقة لأن هي كانت الدولة بعد عصر طويل جدا من عملية دولة منهكة أو شبه دولة فكان بالنسبة لنا انطلق للسيد الرئيس ومع دولاب الدولة واللي هو بالنسبة لها اتحرك بقوة كبيرة جدا اللي هو اللي كان المفروض يتعمل في عشرين تلاتين سنة هو خلص في الفترة اللي هي الست سنوات دول وعلى الحقيقة إنجازات غير مسبوقة يعني ممكن إحنا شوف كلنا شفناها في حكاية وطن اللي تعمل في مصر ده كان عجاز كبير في كل المستويات سواء كان على مستوى العلاقات الخارجية سواء على مستوى القوات المسلحة سواء على مستوى الأمن سواء على مستوى البنية التحتية سواء على مستوى التماسك الاجتماعي والهوية المصرية في كل الملفات كان بيتم فيها الشغل بمنتهى القوة سواء يا كريمة مستوى سواء على مستوى إبادة العمراني الطرق الكباري لا الحقيقة عندنا في كل حاجة بصراحة ده يعني مصر انتقلت نقلة تانية ناس اللي برا يعني المهانس رقفة صليب رئيسة اتحاد المصرين بأمريكا كان بيقول من شوية أربعين سنة اللي حصل في العشر السنين دول الطبيعي كان يحصل في أربعين سنة ده بيكلم بمعدلات أمريكا يعني ده راجل عايش في أمريكا بقى اللي واربعين سنة ففعلا العالم متفاجئ اه طبعا اللي جاي بقى عايزين فيه ايه اللي جاي من الرمزية انت شفته في الاحتفالية أو كانت الرئيس عايز يقول ايه الدولة المصرية عايزة تقول ايه عايزة تقول ان ده شكل مصر اللي احنا المفروض هنشترل عليه يعني من هنا الحلم ده أصبح حقيق يعني احنا عايزين نقول ننطلق من مراسم التنصيب ده ده اللي احنا عايزين نشوفه في كل مدينة من مدن مصر ده اللي احنا عايزين نشوف شكل مصر اللي احنا نقدمه للعالم عملية تطور كبيرة جدا هتحصل في كل الميادين شفنا هنشوف الساحل الشمالي كله اللي هو اللي موجود اللي حاصل في العاصمة الإدارية ده هنشوفه ممتد من العالمين لحد السلوم المنظر ده بيقول بيقول ان احنا بالنسبة لنا فيه استحقاقات كتيرة جدا في الملف الاقتصادي احنا قطعنا أشواط عايزين نكملها عايزين نشوف انعكاس بقى الكلام ده في الملفات المختلفة سواء السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي عايزين نشوف في الملف السياسي في الدولة المصرية استكمال الاصلاحات السياسية عايزين نشوف قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي واكثر مصر قطعت أشواط كبير جدا في ملف حقوق الإنسان عايزين نشوف أكثر عايزين نشوف المفوضية اللي هي ضد التمييز والقوانين المتعلقة بالحرية حاجات اللي المفروض كانت تتعامل دستوريا ومن لم تنجز بس احنا قطعين أشواط كبيرة عايزين نكملها ان الملف ده مهم جدا طيب لو حطرتك دكتور هشام حط نفسه مكان الناس اللي بيشوفهم كل يوم في الشارع انا اعتقد حياتك بتمشي بحرية أكثر يمكن من الوزراء والشخصيات الغالبانة المكبلة بالأمن دي فالناس البسيطة اللي بتشوفها دي قولي كده المواطن المصري عايز إيه من سيادة الرئيس في الفترة اللي جاية يعني عايز يقول بعد الست سنين اللي جايين أنا حصل لي نقلة في حياتي كمواطن كذا وكذا وكذا مش عايز يسمع الاحتياطي من النقد الأجنبي واللوجستيات مش عايز يسمع الحاجات الكبيرة دي عايز إيه هنقوله أول حاجة اللي انت شفته بتاع أزمة الدولار دي مش هتشوفها تاني ففيه استقرار هيكون فيه استقرار نسبي في الأسعار فيه استقرار في الوضع الاقتصادي مفيش مطبط كتير هتشوف الجزء الاقتصادي أثار بقى التنمية اللي حصل المشروعات اللي بتتعمل البطالة هتقل هيكون فيه فائب بيتوزع وفيه نوع من أنواع الهدوء والبناء التراكمي ده هتشوفه اقتصادية الحاجة التانية احنا بالنسبة لنا محتاجين نشوف ونقول لنسيادة الرئيس ونقول للحكومة اللي جاية عايزين نشوف أثر الكلام ده بقى في الصحة بشكل واضح ومحدد كان منتكلم على التأمين الصح الشامع عايزين نشوف منظومة صحة رئيس تكلم عنه في الكلمة بتاعة اليمين عايزين نشوف هحصل فيها إمتى والحد ما يحصل الكلام ده عايزين نشوف تطوير للمنظومة الصحية وخصوصا بتاعة الناس الغلابة طبعا ودي لها حلول سريعة عايزين نشوف عايزين نشوف فيما يتعلق بالتعليم عايزين احنا بنتكلم في الملف ده كتير بس عايزين نخش بقى على النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والاستقرار أمني نركز على ملف التعليم لأن الملف أمن قومي طبعا مرتبط بالوعي مرتبط ببناء واقع ثقافي معين ومرتبط المفروض بالاحتياج على الأرض عايز الشيء التعليم فوادي والمشاريع فوادي الناس هتبدأ تحس لو اتكلمنا في استقرار اقتصادي واتكلمنا في جزء متعلق بالصحة واهتمام أكبر بالتعليم هيحصل نوع من أنواع الرضا في ملفات بقى مهمة جزء ان احنا بالنسبة لنا فيه متعلق بالتماسك الاجتماعي الجزء اللي متعلق بالإعلام والثقافة ان احنا بالنسبة لنا فيه حاجة تانية لإرجاع قيام الأسر المصرية الأصيلة فيه الأسر بتعاني حصل لها مشاكل كتير الناس عندها مشاكل فيه في التربية مفيش جو ثقافي عام المجتمع المصري دي هوية وليه شكل المفروض الجزء الثقافي جزء الإعلامي وساعد ده سأل قوي نعرف زي نرجعه لأن احنا شفنا زي الدرب ايوه تصرف عليه كام من دول مش عايزة أقول يعني صفاتها علشان بعد حرب 73 انت كسبت بالعسكرية طب مش هتكسب بها أخرب لك المجتمع من جو كل القيم اللي كانت بتطرح في الندوات وفي المسلسلات وفي الدووين وفي القصص وفي الروايات وفي الأفلام وفي المسرحيات أصبحت مائعة بقت الأعمال الفنية بتقدم لك قلة الأدب والتفاهة على أنها ده الطبيعي تتكلم في إيه ده إحنا ده دي فرصة بقى دلوقتي فإحنا عايزين نقول إن الدولة مصرية راح أنها تبقى دولة شيك ده اللي إحنا شفناه بقى ده شكل البرلمان بتاعنا ده شكل العاصمة بتاعتنا ده عايزين بقى يكون شكل دولتنا في كلها يا رب يا دكتور